كابتن عادل رب خليني أبدأ معك كابتن إسلام في حاجة مهمة قوي أن تشيرت النادل أهل تقيل وقوي مش أي لعيب ممكن يكون بره أنت شايفه بصورة كويسة ممكن يجي النادل أهل وينجح ويبقى لعيب كويس أكتر من أمثال كتير قوي يعني هديك مثال بفرودة في فرودة بتنجح في أندية متوسطة الناس بعمل أن هي ممكن تنجح في النادل أهل لما تنفعش في النادل أهل لأنهم يلعبوا على المرتدة ويلعبوا مع فرقهم على المساحات لكن لما بيجي النادل أهل بيجي النادل أهل الجزء الأمامي بيلعبوك من آخر 30 يارضة الفرق فما بيجي عنده مساحات هو أصلا مهرته في الجاري وفي السرعة والهجمة المرتدة لكن أنت محتاج واحد زي أجايه مثلا لما جيبته جون محتاجه بيعرف يحط الكرة تحت رجله زي فلافيو بيعرف يجيب جون يعني اللعيبة اللي هي اللي أنت لازم تجيبها في النادل أهل لازم تكون لعبة على مستوى عالي فنيا وشخصية لأنه الشخصية النادل أهل غير الأندها كلها المصرية شخصية النادل أهل أنت بتكسب مطش واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وتيجي تتعدل مطش الدنيا تهدد دي طبيعة النادل أهلي فلازم تبقى أنت بتعرف الضغط الحاجة الثانية المهمة اللي عايز أقول لك عليها إحنا لازم نبحث عن الأسباب مثلاً الأسباب اللي خلت اللعيبة في السنتين الإجاد اللي وصلوله نبحث في الأسباب دي الأسباب أن أنت لعب في سنة 75 مطش أو 70 مطش وهو ده بقى للسفادة لكن أنت لازم تعرف أنك هتعمل كده تالت فلازم تشتغل عليها التالي لا بسنة دي هتبقى يعني أخف شوية برضو يا كابتن عاد على حسب يعني على حسب اللي إحنا يعني مفيش مطشات كاس عالم مفيش كذا كاس عالم الأندية يعني مفيش تصفيات أمم أفريقيا مفيش أمم أفريقيا مفيش دورة عربية مهما حصل بطولة عربية لازم لازم يتبحث في الأمر ده من السنتين اللي فاتوا من أنهي ناحية كابتن عاد ما أقول لك من ناحية اللاعبين عدد اللعيبة عدد اللعيبة ولا الاسم اللي استشفى ممكن يتغير بأي طريقة لا ما أقول لك حاجة أنا بس لا ما أقول لك حاجة العلاج تكتشف المرض هتعالج صح مش هتكتشف المرض هتعالج غلط وجهت نظر عشان أنت تعالج صح يبقى لازم تعرف حاجة أنا بكلمك على أنت خسرت دوري سنتين أسباب إيه الإجهاد أسباب ضغط المبارات الكتير اللي عليك فأنت كنادي كبير زي النادي الأهلي لازم تحط نفسك في الموقف ده لتالت سنة اشتغل على كده جانب الأسباب الأخرى طبعا مشتغل لا لا في حاجات كتير لا في حاجات كتير أنا بتكلم على النقطة دي بتاعت الإجهاد وعدد اللاعبين أنا ما بيهمنيش عدد اللاعبين قد ما بيهمني الكواليتي بمعنى أي تيم في العالم برشلونة ريال مدريد الأندية ريفربول الأندية اللي بتلعب زي النادي الأهلي على المستوى العالي أنا بتكلم في مصر النادي الأهلي بيلعب على المستوى العالي زي الأندية دي لأن في مصر النادي الوحيد اللي بيلعب في جماعة البطولات والوحيد اللي بيوصل للنهائيات والوحيد اللي بيحط نفسه في الإجهاد ده هو النادي الأهلي بخطره هو النادي الأهلي اللي بيشرف مصر علشان يوصل للنهائي ويلعب لبطولة أفريكا والحاجات دي فأنت لازم يجب أنك أنت تجيب لاعبين على المستوى بتاع النادي الأهلي والمهم أنك لازم تستسمي اللاعبينك الصغيرين استثمار اللي أنا شايفه اللي هو اللي هيديك استمرارية احنا اكتشفنا حاجة مهمة جدا أن أكتر من مباراة الروح لعبة النادي الأهلي ما كانتش في أحسن حالتها أنت النادي الأهلي أهم نقطة بتميز اللاعبين عندك هي الروح الروح دي أنت بتجيبها منين وتتعلمها فين بتتعلمها في النادي الأهلي أحيانا ممكن تجيب لعيب كويس من بره لكن ما عندوش السمة والصفات دي ما عندوش الروح العالية اللي إحنا طول عمرنا بنتمرن عليها طول عمرنا تعرف إحنا كنا لما نمر الناشئين كانوا بيسنطروا بمعنى يسنطروا في دوري مرتين تلات مرات عارف يعني إيه يعني ما بيدغلبوش يعني بيكسابه دايما يعني أنت بتعلمهم المكسب وشه عمره ما يكون مبسوط لو لعب مباراة أو اتغلب مباراة لمدة طويلة من الزمن فالحاجات دي كلها الصفات دي لازم تكون موجودة تكون موجودة أنا لمش دعوا باللعيبة اللي جاية ولا مش اللي جاية وبعدين الاستراتيجية أنت لازم تعملها على الأماكن المزبوطة اللي عندك أنت ممكن تكون عندك أحسن لعيبة في أماكن وممكن في مكان تاني ما يكونش عندك أحسن لعيبة نعم فبيحصل الخلل هنا أنا بكلمك مش على الناد الأهلي بكلمك على المنظومة كيفية تكوين فريق من وجهة نظرك أو تكوين جزء من فريق تاني أو قايمة لعبين أو قايمة لعبين ده اللي أنا كنت بتكلم عليه في الأولة كابتالإسلام لازم تراعيها كويس لازم تراعي أنك أنت يبقى عندك عشر لعيبة أساسيين وعشر لعيبة احتياطيين على نفس المستوى واربع جواكر في كل مكان يعني في حتة الدفاع اللازم يبقى عندك جوكرين نص الملعب يبقى عندك جوكر المهاجمين يبقى عندك جوكر أربع لعبين دولم الزيادة عن العشرين يبقى عندك 24 غير الحراس لو عملت الشكل ده الشكل ده أضمن لك حتى لو عندك مبارات مضغوطة زي السنين اللي فاتوا هتأمل هتأمل هتأمل